السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد سنكمل الموضوع لجرثومة المعدة وفي هذا الفيديو سنقدم لكم بعض النقاط ما تطرقتش لها في الفيديوهات السابقة أول نقطة وهي أنك تحاول تنقص من بعض المواد حيث هي اللي ستجعل الجرثومة طغى عندك في المعدة وتمردك من هذه المواد كين الملحة جميع الخبراء كي ركزوا على الملحة ما تكونش بزاف في الماكلة ديالك واحتى بعض المعلبات كتكون فيهم ملحة بزاف بحال دوك البطاطس المقلية بحال بزاف ديال منتوجات كتكون معلبة فيها الملحة بزاف فاحذر من الاكثار من الملح ثاني مادة وهي النترات كينف بزاف ديال المواد والأغذية بحال الماء اللي كنشربو ديال الروبيني نعم فيه حتى هو المادة ديال النترات فإلا لقيتش ماء بديل من غير ديال الروبيني من الأفضل وإلا ما لقيتش المادة الروبيني خصويت صفاوي تعالج مثلا بعض الآلات اللي كيتباعو كتصفي لك الماء ما كتخليش فيه دوك المواد والشوائب الكيميائية الضارة ومنها النترات وكينين حتى في محاصيل الزراعية ما يمكنش نتجنبو الخضراء والديسير والمأكولات اللي كتعطينا الأرض واللي كتكون مليئة بالنيترات بسبب المبيدات الحشارية والعشبية اللي كيستعملوا المزارعين والفلاحة فهذه المنتجات كناكلوهم يوميا في حياتنا ما نقدرش نتجنبوهم من الأفضل أنك ترقدهم في ماء فيه الخل الأبيض أولا فيه بيكاربونات الصودا باش يمتص واحد من نسبة من دوك المواد الكيميائية والمبيدات الحشارية ومنها النترات باش ما تكونش بالتركيز عالي في داك الأكل اللي كتاكل حيات مادة النترات ما صلحاش للمعدة ديالك ثالث مادة وهي مادة النيكلو جوج موادك تستعمل لهم جرثومة المعدة باش تتغى عندك بزاف وتمرد لك المعدة ديالك هاد المادتين هم النيكل والحديد الحديد ما قديش نهضر عليه في هذا الفيديو قدي نهضره على النيكل فالنيكل حتى هو كين في المادة الروبيني اللي ممصفيش يعني هاد المادة الروبيني منصيبة كبيرة في عدة مواد غير صالحة للجسم ديالنا فإذا قديت تعالج المادة الروبيني اللي عندك كما قلنا بدوك الآلات اللي يصفي والما فمن الأفضل وإلا اختار ماء آخر من غير المادة ديال الروبيني هاد النيكل كتستعمل جرثومة المعدة باش كتخدم دوك الأنظيمات الشهيرة ديالها خصوصا دوك جوج الأنظيمات الليورياز والهيدروجيناز بجوجهم إلا ما كانش النيكل ما غاديش تخدم بيهم جرثومة المعدة وما غاديش تمردك فالنيكل بحل لصانس ديال جرثومة المعدة كل ما نقصت منه كل ما كان أفضل لك كين في الماء غير المصفة كما قلنا وكين في بعض المنتوجات الأخرى بحل اللوز وبحل الطون والمواد المعلبة يعني الأغذية المعلبة طون براسوك يكون فتكتاصة المعلبة فمن الأفضل تبعد على الطون خصوصا إلا كنت مريض بجرثومة المعدة أما الناس اللي ممرضيش بجرثومة المعدة فهذه نصيحة عامة بغيتي تبعد منه فأفضل لك وإلا ما بغيتيش فما يعنيش أنك لك لتي الطون غادي تمرض بجرثومة المعدة ولكن نصيحة احتياطية طون المعلبة فيه مادة النيكل وحتى الأغذية المعلبة الأخرى خصوصا في ذلك العلب ديال القصدير يعني ماشي ديال الججاج بحال بعض الأنواع ديال الدراء بحال الجلبانة كالقوحتية معلبة في ذلك الطاصات بحال ما طيش معلبة في ذلك الطاصة ديال القصدير فمن الأفضل تتجنب هاد العلب اللي كتكون مصنوعة من ذلك المعادين الدارة وللقيت تعليب بالزجاج يعني بحال مثلا ما طيش اللي كتكون في القرعة الزاج فهي أفضل وما فيهاش ديال المعدة ديال النيكل بكثرة الماء ديال الروبيني بش تجنب داك التركيز ديال المواد الكيمو اللي كيكون فيه بزاف منها النترات والنيكل وغيرها من الأحسن من اللي تفيق في الصباح يعني من اللي تطلق الماء ما تستعملش مباشرة ديك الكمية ديال المالي كتخرج فكتطلق الروبينيو كتخليه واحد شوية داك الماء اللي كان مخزن ومجمع في دوك الأنابيب هو اللي كيكون فيه تركيز عالي بزاف ديال هاد المادة النترات والنيكل فكتخليه واحد شوية كي يجري حتى كيتصفه كامل وكيبقى داك الماء الآخر كيكون التركيز دياله أقل ماشي ما فيهاش قاعد دوك المواد ولكن التركيز ديال الماء اللي غيجي من بعد كيكون أقل من حيث هاد المواد الكيموية من الماء اللي طلقتي في اللول فدي ما خلي الروبيني في صباح اي شرشر واحد شوية عاد استعمل الماء اللي كي يجي من بعد داك شيء وحتى دوك الماء مثلا المقالي ولا بعض الأدوات ديال الطهي من الأحسن ما يكونش فيها النيكل إلا قريتي بأن فيها النيكل فما تستعملهاش للطبخ ديالك خصوصا من اللي كتطبخ شي مواد حمضياب حلماطيشة وغيرها فكتزيد تركيز ديال النيكل في ديال المادة وكيولي الجسم ديالك مليء بمادة النيكل لما صلحاش للمعدة ديالك وكتخلي جرطومة المعدة تضغى بزاف عندك هادو بنسبة للمواد اللي غدي يضروك في مجال جرطومة المعدة وغدي يسبب لك أمراض في المعدة ديالك بالنسبة للتحاليل ديال جرطومة المعدة من اللي كتدير تحليلة ديال جرطومة المعدة فماشي دائما كتكون دقيقة مئة بالمئة كيكون بعض الأحيان أخطاء إيجابية أو سلبية فالأخطاء الإيجابية وهي أنك تدير تحليلة وكتلقى بأنها إيجابية ولكن ره ما عندكش جرطومة المعدة بدك المعدة الخطير لخصوء التعالج فشنو اللي كيخلي هاد تحليلة كتخرج ليا إيجابية وأنا ما عنديش جرطومة المعدة بدك المعدة لخصوء التعالج كعين بكتيريات بزاف حتى هما كيتلقوا مادة لورياز خصوصا إذا قدرت التحليلة ديال لورياز ديال التنفس كعين بكتيريات بزاف كيتلقوا ديك المادة ديال اليورياز غنخلي لكم اللائحة ديالهم في الجانب هما برأسهم ممكن يعطوا نتيجة إيجابية بأن عندك جرطومة المعدة في حين أن ديك التحليلة الإيجابية جات بسبب هاد البكتيريا الأخرى سبب آخر كيخلي أن النتيجة تكون عندك إيجابية وخنة ما عندك شجرطومة المعدة وهي ضعف حمض المعدة عندك أو للغياب دياله تماما خصوصا عند الناس المسنين حيث الإنسان كل ما تقدم في العمر كينقص الحمض ديال المعدة دياله ماشي بحل الناس الكبار بحل الناس الشباب الصغار كتكون عندهم معيدة عامرة بزاف بالحمض والناس الكبار كيكون عندهم الحمض ديال المعدة قليل مع التقدم في العمر فالناس الكبار خصوصا لكتر من سبعين سنة حمض المعدة عندهم ضعيف جدا وهذا سبب من أسباب ظهور نتيجة إيجابية في التحليلة مع عدم وجود جرطومة المعدة هذا بالنسبة للفولز بوزيتيف يعني تحليلة إيجابية ولكنها خاطئة بالنسبة للتحاليل السلبية اللي ممكن حتى هي تكون خاطئة يعني غا تعطيك التحليلة بأنك راك ما عندك شجرطومة المعدة في حين النهارها عندك فقاش كيكون هذا الشيء من اللي كتكون دارتي التحليلة وانت راك كتشرب دوك الأدوية ديال المضادات حيوية أو للمضادات ديال الحموضة داك شيء باش من اللي كتبقي تدير تحليلة كي يقولك خصوصك تبعد على المضادات ديال الحموضة ديال المعدة على الأقل جوج أسابيع باش ما يخرجش واحد الخطأ في التحليلة فهذا الفولز نيجاتيف حتى هي ممكن تقع وكتكون النسب ديالها كتار من الفولز بوزيتيف يعني التحاليل السلبية الخاطئة كتكون كتار من التحاليل الإيجابية الخاطئة المضادات الحيوية والمضادات ديال الحموضة ما خصكش تكتر منها بزت ما كنهضرش على ديال فترة العلاجية اللي كتعالج فيها جرطومة المعدة سواء الناس اللي ما كيعالجوش جرثومة المعدة سواء الناس اللي سالوا العلاج ديال جرثومة المعدة هادو هما الفئتين اللي غادي نهضر عليهم مخصصهم شي بقوا ونشربوا مضادات حيوية والمضادات الحموضة يعني الكينة ديال المعدة باستمرار حيث هادو من العوامل اللي كتخلي جرثومة المعدة كتطغى عندك بزاف وتقدر تبقى ترجعلك وتمردك ديما فالفكرة ديال الخصنين بقى نشرب الكينة ديال المعدة حيث المعدة كتضرني ودهك الحمض كي يحرقني وكي بقى يطلع حتى الفم والحلق ثكرة خاطئة خصيك تقلب على بدائل خصيك تشوف شنو الأسباب اللي كيخلي ديال الحرقة ما زالك اطلع والمعدة ما زالك كتضرك وتعالجهم أما الاستمرار في العلاج بالمضادات الحيوية لأمراض أخرى يعني عشوائيا والاستمرار في شرب مضادات حموضة المعدة غير هكاك فأنت في خطر حيث الحمض المعدة ديال كين قص بزاف والميكروبات التوازن ديالهم كيختل وكيوقع واحد الطغيان ديال جراطيم ضارة فغديرجع لك نفس العلامات وغديرجع لك نفس الأمراض وتقدر ترجع لك حتى الجرطومة طاغية أكثر من دي قبل بنسبة المواد اللي كيقللوا شوية ذاك الامتصاص ديال نيكل في المعدة ديالك كين أتي والفيتامين سي والبن هدو ما كيخلي وش الامتصاص ديال نيكل يوقع في المعدة ديالك وهكاك تحميل جسم ديالك من واحد المقدار ديال المادة ديال ما تمردكش في صحتك واش في خبارك بأن الجرطومة ديال ما عيدة كتعيش في واحد الميكروب آخر وهو فيطريات الكونديدة سبقت وقلتها في الفيديو السابق وسبعين في المئة من الناس في العالم عندهم الكونديدة في المعدة ديالهم هاد الشي علاش الجرطومة كتلقى واحد الوسط اللي غد زيت تعيش فيه كتر والكونديدة كتوفر واحد الحماية لديك الجرطومة وكتخليها ايضا مقاومة للأدويا حيث الكونديدة من الفيطريات والمضادات الحيوية اللي كتتعطالك باش تداوي الجرطومة هي مضادات البكتيريا فالمضادات الحيوية تقلب على البكتيريا وقتلها من اللي تلقى الكونديدة لا تدير لي هوا له حيث الكونديدة واحد النوع من الفطريات لا يقرر فيها مضادات الحيوية وهذا الكونديدة تكون خب على وسط ديالها الجرثومة المعدة يعني سيأتيوا لأدوية سيقلبوا على الجرثومة لا يلقاوها يلقى الكونديدة لا يدير لي هوا له في حين أن الكونديدة خصوصا إذا كانت طغية عندك بزاف تجعل الجرثومة كثيرة عندك بزاف كتحميها من الوسط ديال المعدة اللي يقدر يقتلها وكتحميها حتى من المضادات الحيوية اللي كتشرب باش تداوي رسك منها إذا مع الاهتمام ديالك بهذا الطغيان ديال الجرثومة المعدة اللي كتمردك خصوصك تهتم أيضا بالطغيان ديال الكونديدة اللي حتى هي ممكن تسبب لك أمراض كثيرة في الجسم ديالك وأش آخ بخبارك بأن يقسم القرح في المعدة 50% من الجرثومة المعدة نعم و 25% من المضادات الإلتهاب الدوية اللي كتشرب باش تحيد السخنة قد Mama Илиي المQueتشرب باش تحيد السخنة قد particip enlightenment 25% articulated من العدنkward اللي كتكون عند الناس ت böيب الأدوية ماشيغر جرثومة المعدة واش عرفتي علاش الدواء ديال بيليرا كيقضي على جرطومة المعدة بوحدة نسبة كبيرة كتر من ذوك الأدوية اللي كتكون مجتمعة مضادات حيوية مجتمعة حيث هاد البيليرا فيه مادة البسموت ومن اللي داروا دراسات التجارب علاش هاد البسموت كتقضي على جرطومة المعدة القاو بأنها كتمنع الجرطومة من استعمال ذاك النيكل مادة النيكل فمن اللي ما كتستعملش النيكل ما غادش تخدم جوج الأسلحة ديالها اللورياز والهيدروجيناز يعني الجرطومة المعدة غاتبقى ضعيفة وما غادش تمردك وهذا هو السبب لك يخلي بيليرا أكتر فعالية على الجرطومة من المضادات الحيوية الأخرى هادي معلومة فقط باش تعرفوا المادة ديالنيكل شحال مهمة جدا جرطومة المعدة ما كنحفزكمش باش تشربوا الدواء بيليرا ولا تشربوا أدوية أخرى هادي معلومات كنعطيها لك وانت غادي تربط النقاط باش تفهم القصة كيف تجري نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم من هاد المعلومات حاولت باختصار نعطيكم بعض النقاط اللي تقدر تحيد لكم شوية ديال الضبابة في هاد الموضوع ديال الجرطومة المعدة وما زالي مستمرين في نشر المعلومات الصحيحة حول جرطومة المعدة باش تتاضح الرؤية للناس ويعارفوا كيفاش يتعاملوا معها في حياتهم يأما يحمي رأسهم منها ولا يعالجوا رأسهم من الأضرار اللي تقدر لهم في صحتهم خصوصا في المعدة ديالهم شكرا جزيزا على المتابعة ديالكم كان معكم طبيب الأمل منا ألف وسلام شكرا جزيزا على المتابعة ديالي